السلام عليكم ورحمة الله بعد أن خالف الرما في غزوة أحد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وانقض خيل المشركين بخيادة خالد ابن الوليد تشتت المسلمون وبدأ يسقط منهم بعض القتلى ونادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل وصاح بن قميئة قتلت محمدا وكان قد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم فشجهوا في رأسه فظن أنه قد قتله فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فحصل بين المسلمين من الوهن والضعف والتأخر عن القتال وأنزل الله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى أَعْقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِيلِهِ الرُّسُلْ يبلغ رسالة ربه ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ونحن على علم أن جميع الرسل ليسوا بمخلدين في الدنيا وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله عز وجل وكما مات الرسل السابقون سيموت محمد صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم أفإن مات بانقضاء أجله أو قتل كما أشاع الأعداء رجعتم عن دينكم وتركتم ما جاء به نبيكم أفإن مات أو قتل تركتم ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك ومن ينقلب على عقبيه فلي يضر الله شيئا ومن يرجع منكم عن دينه فلي يضر الله شيئا إنما يضر نفسه ضررا عظيما فالله عز وجل غني عن العالمين ولا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه وسيجزي الله الشاكرين أما من ثبت على الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام فإن الله يجزيه أحسن الجزاء والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل وقت وفي كل حال ورغم أن ذاك الموقف موقف صبر إلا أن الله عز وجل خص الشاكرين وليس الصابرين فلماذا؟ وذلك لأن الشكر في هذا المقام هو أسمى درجات الصبر فالشكر هنا صبر وزيادة وقليل من عبادي الشكور قال علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه الشاكرين هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وأصحابه وأبو بكر رضي الله عنه أمير الشاكرين وهناك بعض الفوائد من تلك الآية الكريمة الإسلام باقي والأشخاص زائلون استقم لله وكفاه إياك وأن تربط طاعتك لله بوجود شخص كأب أو أم أو غيره فلنرسخ في أذهان الأبناء أنه حين يطيع يطيع الله وأن الواجب عليه المبادرة لطاعة الله في كل وقت وفي كل حال وكانت تلك الآية الكريمة سببا في تماسك الصحابة رضي الله عنهم عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعونا نسترجع أحداثها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استعصى فهم الأمر على كثير من المسلمين حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهر سيفه وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه فصعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه المنبر وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فعندما سمع بن الخطاب رضي الله عنه الآية وكان يحفظها قبل ذلك قال كأني ما قرأت هذه الآية إلا هذه المرة وخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ترجمة نانسي قنقر